اشتركوا في القناة التقارير الغربية استندت إلى أن المسيرات المستخدمة في الهجوم من طراز قصير المدى كما أن مدينة أصفهان بعيدة عن الحدود الإيرانية مع أي من جيرانها الأمر الذي يضيف أبعاد أخرى للخرق الأمني لدى نظام طهران وبحسب مراقبين فإنه على الرغم من ترجيح انطلاق الهجوم من داخل إيران فإنه يأتي في سياق حرب الظل التي تدور رحاها بين طهران وتل أبيب منذ سنوات في إطار صراع النفوذ بينهما تلك الحرب التي تنوعت وسائلها ما بين هجمات مماثلة وأخرى سيبرانية وثالثة عبر عمليات اغتيال لشخصيات عسكرية وعلمية إيرانية على صلة بالبرنامج النووي أو الصاروخي وغير ذلك من الهجمات التي تحدث من دون تبن رسمي لها من جانب الجهة الفاعلة من هنا فإن طهران ربما لن تتمكن من الرد المعلن على الهجمات برغم التقارير الأمريكية التي تؤكد أن إسرائيل هي المسؤولة عنها وإنما قد تلجأ بحسب محللين إلى الاستمرار في حرب الظل ضد إسرائيل عبر استهداف بعض المصالح الإسرائيلية بهجمات خارجية دون استهداف مباشر لها غير أن أي رد محتمل من الجانب الإيراني ستكون له تداعيات سلبية على العلاقات الإيرانية مع الدولة التي ستكون أراضيها مسرحا لمثل هذا الرد الأمر الذي بدوره سيعمق أزمة إيران ويزيد من عزلتها دوليا في الوقت الذي يعاني فيه نظام طهران بالفعل من أزمة اقتصادية خانقة وحراك شعبي متساعد بات يهدد شرعية النظام بصورة جدية